الوفد من خبراء الاتحاد الافريقي لكرة القدم بها الجزائر العاصمة صباحة الأربعاء بهدف معاينة ملعب نيلسون مونديلا ببرقي في إطار عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكان في استقبال وفد الكاف رئيس الاتحاد الجزائر لكرة القدم جهيد زفيزف ووقف الوفد على جهزية الملعب الذي تم تدشينه بمناسبة بطولة إفريقيا للمحليين التي احتضمتها الجزائر بداية السنة الجارية ويعتبر ملعب نيلسون مونديلا من أهم الملعب في الملف الذي تقدمت به الجزائر لاحتضان العرس القاري لثاني مرة بعد أول نسخة عام 90 من القرن الماضي